اللي هو اخوات بنجورة دول كله. كسبو مش عاف خمسة ولا ستة واحنا خرجنا من التور اه فاكر. وصلنا لبعض. واتقلنا في الاجتماع شبه اللي انتو فرحتو مصر عملتو اللي عليك. والكلام ده اول مرة. عايز تحكي انت اكمل وانا اكمل معي. اه فاكر اه. انت كده هقولك. انت بك الفين وستة والفين تمانية. تمانية. بص اه. بص اه. بص اه. ماتشي كدفور اللي كسب قبل ما احنا اللعبه. ها بقولك الهاجة. افين وستة والله. تعال بص على المنتخبات كلها اللي موجودة. وحوش. وحوش احنا باش احنا. اه. ما نجيبش نقطة. والله. والله. والله ما نجيب نقطة. وتقلينا بالزبط يعني احنا البطولة على 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 مصر. يعني على الارض مصرية. فحاولوا توصلوا. اه. لمستوى. حتى الخروج بتاعنا هيبقى مشرف. اي. والله. تعال بص لها كتف عافين وستة. هتلاقي المنتخبات اللي موجودة. كلها محترفين. واسماء. بقولك ناخد احنا يعني ناخد نقطة. بال 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 بالاسرار. وبالعزمة وبالتركيز. وبقوة الجماهير. سبحان الله لدينا نفسينا بنكسب. واحنا كل مرة كل مباراة والله بنوصل لها. ايه الحمد الله احنا وصلنا ايه للدور ده. والله. اقولك طموح الناس زاد معه وانت ماشي معه بطولة. والشكل في مصر عامل ازاي مصر كلها وقفة في البلكونات واعلام مصر. حدث كان يخليك. وما تعافش مين اهلا والزا والكاوي. ما تعافش مين اهلي وزا مالك. ما فيش فرق. اه 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 هارجع للموقف اللي كنت بحكي فيه. فاتفرجنا لو تفتكري على المباراة دي كنا كل اتنين في غرفتهم. بعد كده خرجنا بعد. كده مش فاكرة كان خمسة ولا ستة اخوات بنجورة. اه اه اه. وقلنا ايه حنلعب المطش اللي بعديه. اه. طلعين من الترقة كده لان من لعبة كلها مطلعها راسها. اه اه. لو تفتك. اه. فاتف كنت تجي معاها. اه اه. فالمهم ايه. طلعنا قعدنا نتكلم لقينا اجتماع. مش هقول طبعا مين. اه. من الفرقة كلها وتقال. فرحتوا الشعب. اقول لكم المباراة اللي جاية دي. اقدر لمش اي حاجة تحصل. ده معناها. بس حاول نخرجش بمعزيمة. معزيمة كبيرة. نزلنا. شايفين. وشوش المنتخب لو تذكر قلت لك الكلام ده ابراهيم. وشوش المنتخب اللي بتاع كودفوار دي روكبا وارونة. ما نموش. واحد اتنين. اه بالزبط. اتنين تلاتة. المباراة حارب اتنين مرتين اصلا في البطولة دي. لا الكاميرو مرتين. كودفوار اللي مرت. لا الفين وستة كسبناه مرتين. لا في الفين وستة. لا كما اتكلم الفين وتمانية. الفين وتمانية المباراة. كاناب النهائي. بقى وبعد كده كسب. فوس كبير. فوس عن. ليه? معك العناصر. معك جهاز فني محترم. انت مش خيائب. سكة. ما هو ده لحباب نتكلم فيه نفس يوصل. والكلام ده مش هيوصل غير عن طريق جماهير. يعني بدلا ما احنا عمين نتكلم في اهل وزمالك والستداء. اصداء ابننا وده ابن عمنا. الجماعة ده منتخب مصر. منتخب مصر احنا عمرها ما وصلت لمرحلة ان انت يبقى فيه تفريقة. احنا كلنا مصريين. مفيش فرق ما بين اهل وبين زباك. حتى ما بني نتكلم احنا ما لناش دخل باهل اهل وزمالك. اهل وزمالك على دماغنا من فوق. هبنتكلم للصالح العام. لان بسبب اللعيبة دي هتخلي الناس في كمة الساعدة بتاعتها الام هتخلي البلد كلها حزينة. صح ولا من صح? صح. فاتمنى العاطفة تتشل شوية. واتمنى الاعلام الفترة اللي جاية يعمل دعم اهلوية وزمالك هو. صفحات اهل وصفحات زمالك. يعملوا دعم المنتخب مصر. يعني بيت ببص والله العزيمة كتشدها الموضوع ده مديني جدا. ان بعد الصفحات بتتمنى هزيمة المنتخب عشان ما خدوش لعب من الزمالك وما خدوش لعب من الايه ده. بجد فوقه بقى بجد والله بجد من فوق من الموضوع ده. الموضوع ده بقى بايخ قوي. حقيقة انا اول مرة امفاعل. بجد بس انا انا واحد برضو اتشرف ان انا لعبت منتخب مصر. موصلناش لمرحلة ان احنا ان الجماهير عشان خاطر واحد ما تاخدش من اهل واحد ما تاخدش من زمالك. نتمنى الخسارة لمنتخب مصر. ايه ده? دي مش كورة. كورة دي هي الفرحة للجماهير وهي المتعة للناس. انتوا عايزين تعكنينو عالناس. يعني عايزين تعملو ضغط عالناس. وليه بتدو احباط للناس. ليه ما يتقلش ان جمهور النادي الاهلي بيتمنى فوز لمنتخب مصر. جمهور الزمالك ينسى العطيفة شوية والنادي الاهلي. منتخب مصر. والله انا موضوع ده فعلا مدايقني. معلش انا اسف. لا لا انا اتفضل انا اتفضل. منتخب مصر يا جماعة. ده ده يعني ما فيهاش بقى اهلي وزمالك. نفقنا بقى من اهلي وزمالك واسماعيلي ونتمنى الفوزة من الخسارة لمنتخب مصر. ده من امتى الكلام ده? ده جديدة حاجة جديدة جدا على على المجال الرياضي. احنا احنا اتغلت فينا. بس منتخب مصر لأ. بالعكس شجعوا اللعيبة وشجعوا وادهم ثقة. الناس اللعيبة دلوقتي يبقى اتخاف من الناحية الاعلامية على منتخب مصر. ادوا اللعيبة دي ثقة. وان شاء الله بازن الله اتمنى يسمعوا ويتوصل للرسالة. ان 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 ينسوا بقى اهلي وزمالك وينسوا اي النادي بتاعهم ده. انت بتدافع عن كيان. والاسم اللي انت بتلعب بيه ده حصل على بطولات كتيرة جدا. حتى الاجالة اللي قابلينا. احنا جيل بيسلم جيل. هما مش اقلم من الجيل بتاعنا. ومش اقلم من الجيل اللي قابلينا. نفس يبقى عندهم دافع. ان يروحوا يجيبوا البطولة ويجوا. يروحوا يجيبوا البطولة ويجوا. مش المجرد ان احنا راحين نقدي اه 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 الفسحة وراحين نعمل تقديد شرف. اه اسمها شرفية زي ما بيتقال كده. اه. لا احنا راحين ناخد البطولة. والله لو حطوا دماغهم انهم ما ياخدوا بطولة افريكا والله لناخدها. اه اه لو لو حققت البطولة زي ما انت بتقول ابراهيم. هتبقى فاريق مرعب في شعر تلاتة عشر تروح كاس عالم بتسهل امور عليك بتديك دفعة معنوية. والفاريق اللي هيقابلك ايا كم مين هيبقى جاي مرعوب. ويعمل لك الف حساب. اه. يعني خلق وماشاء الله القائمة اللي متاخدها اسماء حلو. اه. انت عندك اكبر خط اه اكوى خط هجوه. اه. عندك اسماء عودة تريزيجيه برضو. ناس كثيرة بتتكلم عليها. تحب تريزيجيه طبعا. يستحق. يستحق الدعم ويستحق ان هو متواجد. ويستحق التواجد. وفي اسماء كثيرة جدا تستحق التواجد. تريد بصراحة يفرق معنا جامد واحد من اللعب الرجالة. ماشي. حتى عارف اللي جننك ايه. والله قابل الاصابة. مكسر الدنيا. تلاقي البرامج وقفين يتخانقوا. ومش شايفين ان الولد مكسر الدنيا. هو من اللعب الكويس جيد. ومقعد قبلها. ومقعد الفرقته في الدوري. دي حقيقة. وبعدها ابتدى. سبحان الله يا رب يا ربنا يا رب يبعد عنه الاصابات. ده يحتاج حلقات وحلقات. وتحلل له لعبته بالثانية. وكل حاجة. بالزبط. بالزبط. اللي زينا لعبته الكرة تدي له حق. بالزبط. وده اللي حبنتكلم فيه. يا جماعة مصلحة منتخب مصر اهم من اي حد. اهم من اشخاص. اهم من اي حاجة. اتمنى يبقى فيه تكاتف جماهيري. واتمنى الصفحات بعض الناس الوعية تسبها من الانتماءات شوي. تسبها من الانتماءات شوي. برضو فيه نقطة عايز اتكلم فيها. الفضل.